وينضم إلينا من العاصمة الخرطومة الكاتب والباحث السياسي حافظ كبير سيد حافظ ما الذي أغضب مجلس نظارات البيجة من البعثة الأممية في السودان تحية طيبة لكم أنا أعتقد أنه لا يمكن فهم هذه التصريحات إلا في سياق الأحداث التي تدور في الخرطوم هناك علاقة وثيقة بين التحركات لبدء العملية السياسية في الخرطوم والتصريحات التي صدرت من الناظر وأعتقد أن البعثة ليست لها علاقة مباشرة بقضية الشرق قضية الناظر التركية قضية متعلقة بتوقيع الحكومة للاتفاق مع بعض المكونات الشرق اتفاق مسار الشرق في جوبا وبالتالي عندما كان أقام اعتصاما في الشرق قبل 25 أكتوبر كان يطالب بإلغاء مسار الشرق لكن الحكومة التي جاءت حتى بعد 25 أكتوبر لم تنفذ هذه الطلبات أعتقد أنه يريد أن يضغط أكثر على الآلية حتى يكون الأطراف في التفاوض المقبل أو التسوية السياسية المقبلة يحتوي على عدد أكبر من المكونات التي طرحتها الآلية والتي التقت بها وبالتالي الآلية نفسها استجابت الآن لهذا الطلب ودعت المجلس الأعلى لنظرات البيجة للجلوس معها هي تسميم أصحاب المصلحة لكن القوة السياسية التي كانت طرفا في الثورة وكانت في الحكومة ترى بأن هناك أطراف محددة يجب أن تكون هي صاحبة القرار في العملية السياسية هذا الأمر طبعا يطراف مع بعض وجهات النظر نعم مجلس نظرات البيجة من يتابع التصريح الخاص به سيجد أن هناك اتهامات مباشرة وواضحة للبعثة الأممية في السودان وخاصة بولكر بيرتس بأنه يقوم ببعض الممارسات الإقصائية هل هو يقوم بذلك فعلا؟ هو يلتقي بعدد كبير من الفاعلين السياسيين ومن يسميهم بأصحاب المصلحة لكن هناك توجه من بعض القوى السياسية ترفض فوركر باعتبار أنه يقف مع المدنيين ويقول ذلك بأنه ليس محايدا في مسألة الحكم المدني لكن ترك بشكل واضح يقف مع المكوين العسكري ويريد حكومة عسكرية وبالتالي هناك اختلاف أجندة بين ترك وبين أجندة البعثة الأممية وهو في هذا الجانب يريد أن يقول بأن البعثة تنحاس إلى المدنيين والبعثة مهامها الرئيسية عودة مساعدة الحكومة للانتقال للحكم المدني الديمقراطي وهذا بالطبع يبعد المكوين العسكري عن الحكم ويعيده إلى مهامه الأساسية مهام حفظ الأمن وحماية البلاد وهذا ما لا يريده ترك ولا تريده بعض الطراف يعني نحن عندما نتابع البيانات والمواقف التي تقف ضد الآلية نرى أنها في الغالب تنتمي إلى مجموعات كانت إما جزءا من النظام السابق أو مجموعات حليفة للمكوين العسكري وبالتالي أعتقد أن هذه التصريحات تأتي في هذا السياق هناك مجموعات كبيرة تريد أن تدخل العملية السياسية التي تدافع عن وجهة النظر التي تقول بضرورة تمثيل بضرورة المواصلة في الشراكة المدنية العسكرية الطرف الآخر من الحرية والتغيير يرفع شعار لا شراكة هو يريد أن تتشكل حكومة مدنية كاملة وأن يعود العسكر إلى ثكناتهم كما يتردد في التظاهرات وتكون الحكومة من مدنيين فقط يعني وأن يعود العسكر وبالتالي هذا الصراع بين الرؤيتين يتم التعبير عنه من خلال الحلفاء المختلفين ومنهم ترك كما صرح اليوم طيب ولكن سيد حافظ هذا التهديد من جانب مجلس نظارات البجا بإغلاق ميناء بورتو سودان بشكل دائم هل هو يبقى مجرد تهديد أم أنه ربما يكون أقرب إلى التنفيذ في أي وقت إذا مضى فولكر والآلية الآن هو فولكر لا يعمل لوحدي يعمل وفق الآلية ضمن الآلية الثلاثية إذا مضت في اختيار أطراف لا يرضى عنهم المكون العسكري أعتقد أن تيريكس سيقدم على إغلاق الشرق وهو يجرب من قبل مرتان وسيفرض على الآلية أطراف وهو أيضا طرف أساسي كما سيد حافظ أهل السياسية في الخرطوم تفضل نعم قلت ذلك من قبل جرب في إطار الصراعات التي تحدث في الخرطوم وهو متعلق أكثر بالصراعات في الخرطوم وأكثر منها مطالب في الشرق مطالب الشرق يعني تحتاج إلى حكومة مستقرة حتى تقرر فيها وحتى الآن لا يجد حكومة وبالتالي من الأصلح لترق نفسه أن ينتظر حتى تتشكل حكومة وبعد ذلك تقرر في القضايا التي يطالب بها منها إلغاء مسار الشرق والتنمية في الشرق طيب ولكن في حال إغلاق الميناء سيد حافظ ما الذي يمكن أن يترتب عليه على هذا الإغلاق؟ هناك أزمة اقتصادية طاحنة وأعتقد أنه أن أي حراك سياسي يؤثر على الاقتصاد وسيدخل البلاد في أزمات أكبر البلاد الآن على شفة حفرة يمكن أن تنزلق في أي وقت إلى العنف وفعلا بالفعل هناك عنف في مناطق وازعة من السودان إذا تزايدت الأزمة الاقتصادية يمكن أن تمضي البلاد نحو عنف وربما تخرج مجموعات كثيرة غير راضية عن تنفيذ الاتفاق السلام ربما سيكون هناك إشكالات أمنية واقتصادية وكذلك اجتماعية وهو الذي حذرت منه البعثة الأممية والآن هناك أنباعا حتى نذر مجاعة وشح في المواد الأساسية وفي الغذاء وبالتالي ضرورة حل الأزمة السياسية في أعجل ما تيسر أمر لا بد منه وتعمل من أجله مجموعة من أصدقاء السودان وكذلك البعثة الأممية وأعتقد أن الحكومة نفسها استجابت لهذه الاشتراطات والضغوط بناء على أن السودان الآن يمر بأزمة وندخل نحن الآن في فصل الخريف وهو فصل الزراعة وفيه أيضا أزمات كبيرة جدا تواجه المجتمعات المحلية وتحتاج إلى دعم كبير وبالتالي إذا تم إغلاق الشرق هذا سيؤثر تأثيرا كبيرا على السودان وأعتقد ليس هناك مصلحة أو من جهة تستطيع مواجهة الأزمات التي ستفضي إليها يعني عملية إغلاق الشرق وبالتالي أعتقد أنها ستستجيب إلى مطالب تيريك بأن يكون طرفا في الحوار السياسي طيب ولكن سيد حفظ عملية إغلاق الميناء هل هي بهذه الدرجة من السهولة أم أنها ربما تلاقى ببعض الاعتراضات هي لم تواجه بالاعتراضات الجهة الوحيدة التي تستطيع معارضتها هي الحكومة والحكومة حليفة الآن لتيريك وبالتالي لم تعترض طريقه وهو يريد إغلاق الميناء وبالتالي إلا إذا حدث هناك أمر جديد اختلاف الأجندة بين الحكومة أقصد بالحكومة المكبين العسكري الذي يحكم البلاد حاليا وهو بيده منع الإغلاق مثل ما يمنع كثير من المواكف أن تترس الطرقات وينتصل إلى قصر الجمهوري بإمكاني أن يفعل ذلك لكن إذا سمح لتيريك إذا أراد لتيريك أن يلعب هذا الدور أن يضغط سياسيا على البعث الأممي وعلى الأطراف السياسية لا يوجد هناك من يعترض الترك في هذه الخطوة وبالتالي تفهم هذه الخطوة في إطار الصراع السياسي حول أو للأطراف حول الأجندة الذين سيحددون مستقبل ما يتبقى من فترة انتقالية وسيحددون أيضا شكل الحكومة والمؤسسات التي ستأتي بعد العملية السياسية وهي مهمة جدا لأن هناك بعض من الأطراف يرى بضرورة إقصاء المكوين العسكري الآن المكوين العسكري يقول بأنه سيستمر حتى نهاية الفترة الانتقالية وأن تأتي حكومة منتقبة ثم بعد ذلك سيغادر المشهد إلى مهامه في حماية البلد لكنه يرفض تماما أن يكون هناك إقصاء لدوره حاليا لكن حتى تخرج العملية السياسية برأي موحد حول هذه الأمر لا بد أن يشارك أطراف حلفاء للمكوين العسكري اللي يعبروا عن هذه الرؤية داخل العملية السياسية وبالتالي إذا تم اعتماد الأطراف الذين حددتهم قوى الحرية والتغيير وهم قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة وأطراف السلام وحتى الموقعين وغير الموقعين والأحزاب التي كانت طرفا في الحرية وتغييرهم مغادرة أعتقد أن هذه المكونات لا يوجد حلفاء للعسكري بشكل واضح داخلهم وبالتالي ستكون رؤية المكوين العسكري داخل العملية السياسية غير حاضرة بشكل كبير شكرا جزيلا لك ضيفنا من العاصمة الخرطوم الكاتب والباحث السياسي حافظ كبير شكرا جزيلا لك